روبين شارما هو الكاتب تبع دومانكو سولتس فراري أكيد في كتير منكم تعرفوه أردين على الكتاب بس اليوم الريفيو والسامري مش عهيدا الكتاب على كتاب تاني هو كاتبه اسمه The 5 AM Club هيدا الكتاب اللي باية أكتر من 14 مليون نسخة بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة وهي ننوع الساعة 5 الصبح ونستفيد من هيدا الساعة اللي هو بيسميها The Victory Hour هلا بس نوع الساعة 5 الصبح فيش ثلاث شغلات لازم نعملون نقسم الساعة من الخمسة للستة لثلاث أجزاء كل جزء عشرين دقيقة أول جزء منعمل شوية سبور ويموف منمشي ثاني عشرين دقيقة أو ثاني جزء من هيدا الساعة هي أكتر فور مديتيشن ونعمل بلانينج لنهارنا بشكل مصبوط أما ثالث عشرين دقيقة يعني الساعة 6 إلا ثلاث بتكون صاريت وهيدي العشرين دقيقة لازم عطول نتعلم شي جديد نقرأ سمول باراغراف، سمول بوك، كمالة نحسن معلوماتها أكيد هيدا الهبط ما بتجه لحالة بدها سترونج وبدها كونسيستنسي كمان يتابع الكاتب ويخبرنا عن كونسيبت، اسمه The Four Focuses ويقع بسيطة كيف لحنا، بدنا نخفف قدمة فينا من الدستراكشن وخبال عينها كان بالسوشيال ميديا أو كان بالتليفون إلى آخره ونركز أنه تترونينا في مدى التسعين دقيقة من خلال الكتاب نتعرف كمان على 10 تاكتكس لتصبح مجدد، أول تاكتك هي 90-91 رول يعني كل يوم نشتغل لمدة التسعين دقيقة لمدة التسعين يوم لتصبح واحد وكمان The Six-Sty Ten رول يعني لكل ساعة تشغل عشر ضايق رياحة في كتير لسلس ممكن نتعلمها من هذا الكتاب لتصبح مجدداً وكتباً، لكن هترككم أنتوا تقرؤوا الكتاب وتستخرجوا الرول يلي يلي تناسبون ويلي تناسب طريقة حياتكم إذا عابلكم أعملكم ريفيو أو سامري أحير لكتاب تاني أو أحير لكتاب حبيين تقرؤوا بس ما عندكم وقت تبووا لي اسموا بالكتاب ويجب أن أكون مجدداً بفعلها مجدداً ومجدداً شكراً ومجدداً